هي المسألة مش تعبير عن ماضي بقدر ما هو تعبير عن مستقبل رغب في حياة أفضل يعني المسألة النعرضة بقدر ما هي رغبة في التعبير عن الرغبة في حياة أفضل مستقبلية خاصة برضو في ظل مؤشرات كتيرة الحقيقة بتشير إلى أن احنا ماشيين في الطريق السليم صحيح الناس لسه لم تشعر بشكل واضح عشان نبقى صدقين مع الناس والناس اللي بيسمعونا لم يشعر المواطن بشكل واضح بسمار الإصلاح بشكل حقيقي لكن على الأقل أصبح هناك أفق ورؤية أن ننجي ما احنا ماشيين في الطريق السليم أنه لما النهاردة الأمور بتستقر نسبيا في ما يجي يعلم أن الرئيس منذ الفترة اللي فاتت يوم المرأة عن حزمة من القرارات والإصلاحات الخاصة بالأجور والمعاشات والحد الأدنى ده معناه أن احنا بدأنا نتنفس والرئيس الحقيقة كان صريح في القصة دي لما دايما بيقول أن احنا لسه لما نصل إلى ما نرغب فيه بشكل نهاء لكنها كنا هتبقى بداية وده يبقى دي مؤشرات بداية جيدة جدا جدا بالزبط كده لما ييجي مثلا حتى المؤشرات الاقتصادية لما الأول مرة منذ فترة طويلة يبدأ الجنيه يقوى أمام الدولار والدولار يتراجع أمام الجنيه المصر يعني خلال الشهرين اللي فات دول الدولار فقط تقريبا ما يقرب من من سبعين لثمانين قرش صحيح أمام الجنيه المصر صحيح لسه الرقم عالي بس بداية المعافية لتعافي يعني نتمنى السعر العادل أنا تمنى أن نحن نوصل لعشرة جنيه طبعا ده يا رب ما يكونش حلم يعني نتمنى أن نحن نوصل لده إن شاء الله لكن في الآخر كنا على الأقل بدأت مؤشرات أن ده ينزل ومش مرة يعني الحقيقة أنا بعلق عليها لأن دي ما كاتشم مش مجرد مرة للمرة التالتة ولو هبوط بسيط ولكن تكررت لأكتر من ثلاث مرات بشكل آي بالضبط كده ثلاث مرات ويفقد ما يقرب من سبعين لثمانين قرش فيه أمام الجنيه أنا شايف أن دي مؤشرات كويسة هيبقى لها مردود إيجابي إما يبقى برضو فيه حتى لما ييجي المؤسسات التصنيف المالية العالمية اللي هي موديس والمؤسسات العالمية ديات ما بتهزرش وما بتجملش وما لهاش هدعو مع العقاب الحد ولا بتجمعناها أنها هتجمل مصر ولا هتجمل رئيس ولا بتجمل ما لهاش علاقة بالكلام بخالص يعني لما تيجي برضو تصنيفتها المستمرة الأخيرة بتشير إلى تحسن دائم في تصنيف مصر الاقتماني ويتطور هذا التصنيف درجات بسيط يعني متقدمة كل مرة أنا شايف أن ده برضو دي كلها مؤشرات إيجابية خلت الاقتصاد المصري يسترد أولا ثقة المستثمر الأجنبي ويسترد ثقة المستثمر المحلي لأن المستثمر المحلي على فكرة هو عامل زي الأجنبي برضو مش هيطلع جنيه بل ما يارف المقابل بلزرط كده فلما بالتالي لما يجي المستثمر المحلي يشعر بالأمان ويشعر بالأطمئنان ويبقى عارف دلوقت حتى لما يعرف ما يجي يعمل مشروع يبقى عارف هو بيعمل كامل يكونني مرضود على المستثمر العالمي والشركات العالمية زي ما حركت قلت ما بتهزرش ما بتهزرش ويجملش حد ترجمة نانسي قنقر